اهلا بكم مرة تانية رجعنا عشان نبتدي مع حضراتكم فقرطة الطبية في حلقتنا النهاردة واحنا النهاردة هنتكلم مع حضراتكم وبما اننا داخلين على فصل الشتاء والاجواء الشتوية طبعا كتير جدا مننا في الاجواء الشتوية دي بيعانوا معنا ماقولكوش عليها مع الام المفاصل مع الام العزام مع تيبوس العضلات تدرجة ان فيك الناس كتير في الشتاء بتبقى فعلا بتعمل يعني مجهود كبيرة عشان تتحرك حركة بسيطة ممكن تتحركها بشكل عادي وفيه اريحية في الظروف العادية اذا الدرجات الحرارة المنخفضة لها انعكاسات ما على العزام والمفاصل وده اللي حنتكلم فيه فقرتنا اللي منورنا فيها دكتور علاء الدين احمد المستشار العلمي لشركة تاكس فارما يا صباح الخيرات واهلا بحضرتك صحب الله أستاذ كريم وطبعا حضرتك انا بفقمة ساعتي بوجودة مع حضرتك ووجودة في قناة النادي الاهل النادي القرن وتنورنا وتساعدنا دايما طبعا فيه من قديم الازل مشكلة عندناس كتير في العظم في الشتاء مبدئيا كده ايه الارتباط ما بين درجات الحرارة المنخفضة وبين الام العظام او المفاصل السؤال ده في منتهى الاهمية ودائما كل ما بطلع معاكو هنا بقول ان الهدف الاساسي من هذه الفقرة ان احنا بنده ثقافة للسادة المشاهدين سواء كانت ثقافة صحية ثقافة غزائية ثقافة طبية ثقافة دوائية ايه اللي بيحصل في درجات الحرارة المنخفضة الكمية الدم اللي بتتضفق للقلب والرئة بتزيد اللي هي الاعضاء المهمة وبتقلي كمية الدم اللي بتتضفق في الاعظام فده بيخلي ان كمية الدم اللي بتتضفق للعظام بتقل فده يديك احساس بالقلم لان الدم هو المسؤول عن ان هو يشلك القلم الموجود في العظام وفيه ناس كمان بالتالي بتحس ببرودة شديدة في الاطراف اه ده 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 سبب تاني وعشان كده دائما نقول للانسان اللي بيعاني من قلم العظام يقول له اتدفع كويس اول فكرة انا اتدفع كويس ايه انا عايز ارفع درجة حرارة اللي موجودة في الحتة المصابة وعايز ازود تضاف قدام اللي بيروح له السبب التاني اللي بيخلي الألام بتاعة العضم تزيد في الشتاء ان السائل اللي موجود بين المفصل اللي زوجه بتاعته بتزيد شوية فبالتالي هنا بتلاقي الحركة فيها مشكلة شوية وده يوضح لك ليه الألام بزيد وليه الحركة طبعا على ذكر برضو برودة الأطراف فيه ناس منهم بتحس ان الجسمون كله عادي درجة حرارة الجسمون بالكامل عادية بس تيجي عند الإيدين مثلا أو الأقدام تلك دي حيكلها أسباب تاني يعني على فكرة من ضمن الأسباب الأساسية أو أكتر الأسباب اللي بتخلي ان الدم في الأطراف بيقل وبتالي تحس بالساعة ومسلا سور بسجايل شور بسجايل على فكرة بيأثر في الحتة دي ناس معظم ناس تشغل بسجايل يقول لك أطراف يبتسع شوية لأن السجال فيها نيكوتين نيكوتين بيزيد في الدم فالفيسكوستي بتاعت الدم لو بزوجة الدم بتزيد مع الشتة كمان فبتلاقي كمية الدم اللي بدفق في الأطراف بتقل فبالتالي يحس بالإيه بأنه ساعة وبالتالي على فكرة أي خبطة فيه يقول لك أنا بتعب جامد جدا هو الخبطة بتحصل في العظم هنا وده يأكد برضو كلامنا إن في الشتة ألام العظم بتزيد وتشنجات العظمات بتزيد هو فيه حاجة كمان بتزيد في الشتة هي الأمراض الفيروسية بطبع كالحال حلق وده اللي احنا نتكلم فيه النهاردة إزاي يحللك مشكلة العظم اللي عندك وإزاي مشكلة العدوة لإن إحنا متعجين نرفع كفاءة جهاز المناعة عندنا طبعا هو ده اللي احنا نتكلم فيه النهاردة وإزاي نحل هذه المشكلة إزاي بقى نحل هذه المشكلة؟ خلينا قبل بنتكلم عايزين بس نوضح كده جسم الإنسان من ضمن مكوناته هو الهيكا العظمي وهيكا العظمي المكونات الأساسية في الهيكا العظمي هو الكالسام ولكن الكالسام ده مش هو المشكلة المشكلة عندي في فيتامين دي لأن فيتامين دي ده هو المسؤول عن ترسيب ومصص الكالسام في العظم يبقى الأول أنا محتاج أحل مشكلة فيتامين دي وده بيشكل نقص عند الناس كتير عمونا خلينا بقى لحريك حيك برضو في الشيطة على فكرة كمية نصف فيتامين دي بتقل كمان وده يفصلك برضو ليه ألام العدم بتزيد والألام الفيروسية أو العدوة الفيروسية بتزيد لأن فيتامين دي قل شوية لأن احنا تعرضنا للشمس بيقل وهو الشمس هو المسؤول الأساسي عن فيتامين دي عشان كده بيسموه ايه فيتامين الشمس وحيك أثرت برضو نقطة أنه في ألام المفاصل بزيد في الشتح ايه بقى قصة المفاصل المفاصل دي دايما بنعرفها هي التقاء أي عدمتين ببعض عن طريق الأربطة والغدريب بنسميه مفاصل مفاصل رجبة مفاصل فاكد مفاصل كاتف كل دي مفاصل يبقى التقاء العدمتين مع بعض عن طريق الأربطة والغدريب بنسموه مفاصل تعالى بقى نحل هذه المشكلة بالراحة كده وبيهدوق أول حاجة اتفقنا أن فيتامين دي هو الأساس بتاعي هو خلي دايما أنا بشبهه بأنه هو الأساس اللي ببنى عليه العمارة بتاعتي يبقى لازم الأساس بتاع ده أنا أصبطه ويبقى كواز جدا عشان بعد كده كل حاجة هتتحل عن طريق الأساس ده احنا النهاردة وده الهدف الأساسي من الكورس اللي بنقدمه النهاردة إن أنا بحللك مشكلة فيتامين دي وبحللك مشكلة الكالسام وبحللك مشكلة المفاصل ازاي بقى أول حاجة ويمكن هيزر الشاشة عندنا دلوقتي حالا أول مستخدر عندنا أو أول مكمل غذائي عندنا في الكورس بتاعنا هو فيتابيكس اللي هو الألفين إنترنيشان يوني وده هو ده الكورس يكمل على بعضه تمام؟ أول حاجة في الكورس بتاعنا الأساس بتاعنا هو الفيدابيكس والفيدابيكس ده حاليك التركيز بتاعه ألفين إنترنيشان يونيات اللي هي الوحدة الدولية وعلى فكرة دي بيسموها جرعة وقائية يعني أنت بتاخدها روتيني يعني أنت مش محتاج أو مش مستني أنك تعمل تحليل عشان إليه عندك نقص فيتامين دي فتاخد فيتابيكس وخلي بالحقيقة حتى هو يقول لك هو المفروض في اليوم تاخد من ألفين لأربع تلاف يونيات من فيتامين دي أنا ديتهالك النهاردة في صورة الفيدابيكس لو أنت هتاخده قوقايا هتاخد أرس واحد في اليوم لو أنت بتشتكي من نقص فيتامين بتاخد أرسين مع بعض يبقى أنا حالي حتى اللي مش بيشتكي يأغر يتعامل معها من مطلق وقائي هخلي بقى حاكي على فكرة مكمل غزائي تعرف حاكي حتى إيه مكمل غزائي من اسمه أنا بكمل لك اللي الغزاء بتاعك ما بيكفوش محتاجاتك من الجسم أول حاجات اللي الجسم بينتجها بس أصبحت بتنتج بصورة أقل شوية فأنا بديهالك في صورة مكمل غزائي يعني في صورة طبيعية وبتشبه احتاجاتك من الجسم يبقى أول حاجة احنا حللنا مشكلة فيتامين دي وخلي بقى الحاجة فيتامين دي ليه علاقة قوية جدا بالالتهابات الفيروسية والمناعة يبقى أول حاجة حلتهالك إن أنا ضبطت لك جسمة من فيتامين دي حلية مشكلة فيتامين دي عندك اللي ليه هدور أساسي في ترسيب وامتصاص الكالسام في العض وبتقوي كمان جهاز المناعة بتاعك طيب حلنا مشكلة فيتامين دي عن طريق الفيتامين دي وخلاص الموضوع بقى أصير جدا مشكلة الكالسام هي مشكلة مترجبة ومتورصة لإن إحنا من صغرنا ما بناخدش الكالسام الكافي لجسمنا فبنيجي عند السنة التلاتين والاربعين يقول لك أنا عندي مشكلة في العضم العضم بتاعي بيوجعني ولما بنعد الخمسة واربعين ممكن ناس تعاني من إيه كل شوية شاشة عظام ممكن أي خطة تعمل لكسر لإن هو ما خدش الكمية الكافية من الكالسام في صغره إيه بقى الكمية الكالسام اللي هي بياخد المفروض لحد 12-13 سنة بتاخد تلات وحدات كالسام في اليوم أو تلات وحدات اللبن لإن هو اللبن هو المصدر الأساسي للكالسام وده ما بيحصلش فأنا بقول لك إيه أنا بقى بحلال لك عزين مشكلة عن طريق المصدر التاني بتاعنا اللي هو أو عن طريق المكمل الغذائي بتاعنا اللي هو السيد زيت بيكس وسيد زيت بيكس هنا حضر لك محطوط في صورة كالسام ساتريت والكالسام ساتريت هنا في ميزة إنه هو ما بيتأثرش بالمعدة ولا بيأثر في المعدة أوكي لو ناس اللي عندها اجتهابات في جدار المعدة الناس اللي عندها قرح بدرجات متفاوطة أي مشكلة خالص مع الكالسام ساتريت اللي هو سيد زيت بيكس تلبي حاجة فيه فورمات تاني في السوق بس مثلا محطوطة في صورة كالسام كربونيت هو ده اللي بيعمل لي إمساك ويعمل لي مشاكل في المعدة إنما الكالسام ساتريت اللي موجود في المكمل الغذائي بتاعنا ده موجود بالصورة دي عشان ما يأثرش في المعدة ولا يتأثر بالمعدة وعلى فكرة في الأوروبية وفي أمريكا فوق الـ 45 بيأخذوا الفورمة بتاعة الكالسام ساتريت اللي احنا حطيناها في المنتج بتاعنا التاني اللي هو سيد زيت بيكس احنا كده حلنا لك مشكلة العض ومشكلة فيتامين دي نجي بقى للمشكلة التانية اللي بتواجهنا في الشتاء مشكلة المفاصل ومشكلة المفاصل دي زي ما اتفاقنا المفصل عضمتين بيرتابطوا ببعض عن طريق أربطة وغضريف سبحان الله الأربطة وغضريف دي مين المسؤول عن تجددها في جسم الإنسان قريدي مواد الجسم بينتجها الكولوكوزامين الجسم قريدي بينتج الحاجات دي بس مع مرور الزمن والعداد السيئة الخطأ وممكن الخبطات الجسم بينتج الحاجات دي بس بينتجها بكماته الليلة انا بقى حدث لك هذه القصة او هذه المشكلة عن طريق المكمل غزاء التالي بتاعنا اللي هو الجونت بيكس الجونت بيكس ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات اول حاجة فيه الكولوكوزامين بتركيز خمسون تيلي جرام وعلى فكرة احتياجات الجسم في اليوم من كلوكوزامين الف وخمسمية انا هتطلق خمسمية تمام؟ وظهر عندنا على الشاشة الحاجة التانية الكوندوريتون تركيزه ميت ميلي جرام قريدي الجسم بينتج الحاجات دي ولكن اصبح الجسم ما بينتجهش بالكمية الكافية فانا بقولك من الصغر خلي بالك بتلعب رياضة عنيفة ست اللي بتمارس رياضة بتمارس رياضة البيت بتطلع سلم من كلامنا كله بقولها انا بحلالك هزين مشكلة عن طريق الجونت بيكس وخلي بالك قدامنا فيديو يا دكتور استاذ كريم في منتهى الامية بيوريك ايه اللي بيحصل في مفصل دي مفصل رجبة قاضي عظمتين بيحصل بعد كده عندي مع الزمن حشاشة في العظم عشان ما عنديش الكالسا من كويس فبيحصل حشاشة عندي في العظم دخلنا في العظمتين لو حيك بيين عشاشة ههو بيحصل تأكل في الغضاريف وعلى فكرة الغضاريف هي المخدات اللي بتمنع احتكاك العظم بعضه بس هو لما كمية الكولوكوزامين وكندرطوم بتقل ايه اللي بيحصل الغضاريف دي بتتأكل فلما بتتأكل ايه اللي يحصل يبتدى العظم يحكب بعض يخشنه في خشنة الرجبة ودي ألمها مبريحة جدا وخالي بقى لحضرتك ما بين الغضاريف وبعدها في حاجة اسمها الهيلوريك أسد اللي مفوضل برضو الجسم بيونتجها بس الجسم اصبح غير قادر على انتاج فانا هتطهلك في الجوينتبيكس يبقى الجوينتبيكس هنا عبارة عن ايه عبارة عن كلوكوزامين تركيز 500 ميلي جرام عبارة عن كوندرطوم تركيز 100 ميلي جرام عبارة هيلوريك أسد تركيز 50 ميلي جرام يبقى انا اول حاجة في الجوينتبيكس عملت لك ايه حلتلك مشكلة الغضاريف والاربطة عشان كده بنقول اول حاجة الجوينتبيكس بيعملها بيجدد لك الاربطة والغضاريف تاني حاجة انه هو بي بيخلي فيه سهولة في الحركة خلي بالحقيقة لو تلاحظ كده في بعض الناس يقولك ايه انا بيحصل عندي تقطاقة في الرجبة التقطاقة دي اول انديكيتور ان الهيلوريك أسد عندك قلي فخلي بالك بروح بسرعة لان ان انت هتخش بعد كده في خشونة رجبة وممكن نخش في مراحل تغيير مفصل حاجة في منتهى الصعوبة وتكلفاتها غالية وبعد ما بتعملها بتلاقي حياتك اختلفت يبقى النهاردة انا في الجوينتبيكس حطيتك الهيلوريك أسد حطيتك الكلوكوزامين وحطيتك الكندروتون انا مكتفتش بكده وبس حطيتك حاجة اسمها البرومالين اللي هو مستقلص الاناناس حاجة هتلاحظ ان في بعض الناس لما يبقى عندها مشكلة في مفصل رجبة او مفصل كاتب بيبقى عندك تورم انا حطيتك في الجوينتبيكس ده المكمل غزاء التالي بتاعنا البرومالين اللي هو مستقلص الاناس حاجة تبقى مضادة للتورم يبقى انت لما بتاخده لو انت عندك مشكلة تورم في جسمه في المفصل هيروح الحاجة الخامسة في مكونات الجوينتبيكس حاجة اسمها الجنجر الجنجر ده اللي هو مستقلص بالزنجبيل بيعمل ايه بقى مستقلص بالزنجبيل ده مضاد الالتحابات الحاجة التانية بيزود الدورة الدموية في المفصل اللي احنا قلناها في الاول ان في الشتاء الدورة الدموية الطرفية بتقل فانا عن طريق الجوينتبيكس خدلك الدورة الدموية تزيد في منطقة المفصل وبالتالي حتة الريكافرينج او حتة الالم هتقل عشان كده نرجع تاني ونقول في الجوينتبيكس هو بيعمل خمس حاجات اول حاجة بيقلل من التورم عن طريق البرومالين مضاد الاتهاب عن طريق الجنجر الحاجة التانية بيقول عظم بتاعك بيعمل سجورة في الحركة لان نظاماته حقيقة انه في عندي مشكلة في المفصل لما السال بيقلل فيه بيبقى الحركة فيه صعبة شوية الحاجة الخامسة اللي هو بيحافظ لك على الاربطة والغضريف ودي احنا كده حدث لك مشكلة المفصل عظيم معظم الشكاوى المتعلقة بالمفاصل والام العظام وهششة العظام وخسونة الركب والنوع ده من الامور غالبا ما بيكون مرتبط الى حد كبير بكبار السن وده ما مناعش ان احنا بقينا في اخر كم سنة نشوف شباب صغيرين وبيشتكوا بنفس الشكوى اولا ايه اللي استجد فبقينا نشوف شباب بيشتكوا بنفس الشكوى دي نفسها وسانيا كيفية التعامل مع الفئات العمرية بقى في تعاملها مع المنتجات اللي احنا نكلم عليها بص هايل المكمل الغذائي فيه ميزة ان انا بدهولك كوقائي وبدهولك كعليجي حيث اصارت موضوع الشباب الشباب النهاردة حريك لما ترجع كده تلاتين اربعين سنة وارا هتلاقي ان اسلوب الحياة اختلف طبعا يعني انت كنت بتمشي اكتر كنت بتمشي اكتر على فكرة حتى الرفاهية لما تزيد على فكرة بتلاقي الامراض بتزيد يعني مثلا حقيقة لو بصيت حاجة على سبيل مثال التكيفات شوف كمية التكيفات كانت موجودة زمان ازاي ودواتين موجودة ازاي تعرض للشمس اللي بيقل فانت اعزبخ عندك مشكلة في فيتامين دي واتفقنا في الاول ان فيتامين دي هو الاساس اللي انا بابن عليه كل حاجة تخص العظم والمناعة تمام فاصبحت المشاكل دي بتزيد وعلى فكرة ملقاش عمر سنية مختلف اللي انا كمان موجودة في الشباب وفي مرة السن لان اسلوب حياتنا اختلف وبقى بنعمل حاجات سيئة غلط وطبعية اكلنا اختلفت زي ايه الحاجات الغلط اللي بنعملها يعني ايه التصرفات او السلوكيات او العادات اللي بنعملها ومن شأنها ان يبقى لها نعكاس غير طيب على المفاصل وعلى العظم هاي هناخد الثلاث حاجات اللي احنا اتكلمنا عليهم النهاردة فيتامين دي اصبحنا اللي نتعرض للشمس اصبحنا ان انا نأكل المؤكروات البحرية فاسطفوت بقى خلاص بقى هو الكومان عندنا فمثلا من مصدر الاسيه مثلا الاسيه من الفيتامين دي هو الاسماك ومنتجاتها ده ما بيحصلش دلوقتي بينا خلاص احنا بنعتمد اكلنا السريع التعرض للشمس بقى قليل البيض صفار البيض على الفكرة من ضمن الحاجات الغنية فيتامين دي يبقى اول حاجة عندي مشكلة ضيطة من دي لعداد السياءات اللي انا قلت الحاجة عليها نجي للكالسان وزي ما قلت حاجة في بداية في السياق حديثي ان انت المفروض من صغرك لك تلت وحدات في اليوم تخذهم تلت وحدات يعني ايه يعطيش تلت كبات لابن ياما كباتين زبادة كبات لابن او تلت كبات زبادة وده ما بيحصلش فتلاقي مع مرور الايام عندي مشكلة في الكالسان نجي الاخر حاجة بنتكلم على المفاصل بس بس الناس دول اللي فاتهم ان هما يعملوا اللي حدك تفضلت بيه فكرة انهم ياخدوا ثلاث وحدات يوميا وعاشوا عشرين تلاتين عربعين سنة من غير ما يكونوا بيعملوا كده ملحوقة بالنسبة لهم ولا توليت لا بصة بصة فنم المكملات الغذائية انا بعتبرها صورة حصلت في مجال صناعة الدواء في مصر ليه لان انا بدي بلحقك النهاردة بصورة بصورة طبعية مش بديه لك صورة كيميائية كل المستحضرات المكملات الغذائية بطبع صورة طبعية تمام فلا ملحوة وهو ده اللي الكورس بتاعنا بيحل لك هذه المشكلة النهاردة خلي بالك انا مش مستنيك لما تتعب عشان تاخد كورس العظم بس لو تعب تاخد كورس العظم بتاعنا برضو النهاردة الكادسام اصبح فيه مشكلة وقاية وعلاج وعلى فكرة جرعات بتختلف من الوقاية والعلاج وهنقولها في اخر الحلقة بتاعتنا الحاجة التانية حاليك التفاعل الاربطة والغضريف النهاردة عشان كده تخلي بالحضراتك تلاحظ ان معظم الناس اللي بتمشي على المشاية بيبع عندها مشكلة في الركب عشان كده ممكن احنا نكون من الصرف مرة ده بطريقة خاطئة عشان كده بننصح الناس يقوله اتمشى في النقطة احسن تمشي على المشاية بس لو ما فيش غير المشاية هتتمشي على المشاية تريد ميل تريد ميل بس يبع انت عندك هنا دايما الناس بتقوله زي ما حالك بتقوله كده فكرة ان المشي الطبيعي على الارض العادية طبعا لان انت لبتمشي على المشاية الحلوريك اسد هنا بيقل فبيبثلك في مشكلة كشونة في الرب هم حتى بعد فترة يقولك انا عندي مشكلة مش نفس المشي يا دكتور في الاخر لا لا انت هنا خلي بالك انت هناك انت اللي ماشي في الطبيعة انت اللي ماشي انما في التريد ميل هي اللي ماشي وانت بتجري عليها خلي بالحاجة دي بتختلف طبعا والمجهز بتاعها بيقصر على الركب فبقول لحريك هتمشي على المشاية بس اتخذ الجينت بيكس بس اتخذ الجينت بيكس هناك حاجة وقائية لو انت ما بديتش تعاني من الاعراض واول عرض في المفاصل هو صوت التقطاع او انت تسمع صوت التقطاع خلي بالك انت لازم تعالج هذه المشكلة في الاول طيب الحريك بتقول ان الجرعات بتختلف في حالة الوقاية عنها في حالة العلاج بتبقى دي في الحالتين طيب قبل بس ما اقول الجرع احنا خلي بالك بنتكلم ان احنا بنرفع برضو كفاءة جهاز المناعة بتاعي كفاءة جهاز المناعة بتاعي عشان كده عندي المنتج الرابع في الكورس بتاعنا اللي هو القلبي ملتفيت عشان ده مصدر للزينك وفيتامين سي يبقى الكورس بتاعنا النهاردة عبارة عن اربع حاجات ببتدي يوم الصبح باخد قرس فيتابيكس مع قرس قلبي ملتفيت بعد الفطار اوكي انا دي باتكلم عن الوقاية لو علاجي حاخد بدل قرس واحد فيتابيكس chceاخد قرسين طيب نيجي بعد الغدا باخد قرس الكلسف بتاعي اللي هو سيدة زيت بيكس بعد العشاء لو انا باخد كورس علاجي باخد قرسين جونت بيكس بعد العشاء لو باخد وقاية باخد قرس واحد بعد العشاء يبقى ان النهاردة ديكتك مظلة ازاي تحافظ على كفاءة العظم بتاعك وازاي ترفع كفاءة جهاز المناعة بتاعك وتحافظ على المفاصل بدعاتك حلوة حلقة النهاردة والفقرة دي لأننا كمان زي بحضك عارف إحنا دخلين بقى على الأجواء اللي احنا بنتكلم عليها واللي بيبقى لها نعنكسات اللي احنا بنتكلم عليها برضو طبع طبع فيعني بنستعيد دايما بنستفيد من كل الوجود حضك معنا ومنسعد دايما بوجودك معنا وإن شاء الله اللقاءات تتكرر في الفترة اللي جاية وبردو الأجواء الشتوية مرتبطة غير اللي احنا بنتكلم فيه مرتبطة برضو ببعض الأمور اللي أستحق يعني شايفين هي تستحق ان احنا احنا النهاردة هنخلل الناس تستمتع بالشتاء مش هتعاني مع أي مرة في الشتاء ممتع علينا كلنا انا بشكر حضرك على وجودك معنا ورطينا ورطينا كالعادة ونشوفك على خير بإذن الله واشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله